سنبريب اوه 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 ان شاء الله سنتعلم انجليزي من فيلم سبايدر مان الجزء الاول في المشهد انهاردة سنشوف شخصيتين سبايدر مان و غوبلن من غوبلن ده؟ غوبلن ده الشخصية الشريرة اللي في الفيلم في المشهد ده هنشوف غوبلن ده بيحاول يعمل اتفاق مع سبايدر مان خطفه وحيحاول يعمل معه اتفاق طيب ان شاء الله هنشرح المشهد وبعد كده هسيبك تشوفه كامل عشان تختبره نفسك فتأكد انك تشوف لاخر الحلقة ولو لسا اول ما رتشوفنا فاحنا في القناة دي بنتعلم انجليزي من الافلام كل يوم جمع بيكون معنا مشهد بنشرحه ساوبة من فيلم ومسلسل او اي حاجة تانية في كل المشهد بنتعلم مكلمات جديدة ومصطلحات مستضمة في الشارع الامريكي فتأكد انك تشترك وتفعل الجارس عشان وصلك اشعار بالحلقات اول ما تنزل ولو مهتم بالتعلم من الافلام حاسب لك رابط القناة التانية في الوصف تحت الفيديو في قناة انجليش فور فان برضو متعلم انجليزي من الافلام لو حابب تشوفها لاتس get started وايك اب معناها يستيقظ او يصحى هنا بيقولوا وايك اب اصحى فوق وايك اب لا انت مش ميت بعد شوف كده شوف كده شوف كده اسجل يبقى تعالى نقول الجملة دي كلها كده على بعض بالروحة اصحى لا انت مش ميت بعد بس مشلول مؤقتا طيب نكمل اصحى لا انت ميت بعد بس مش ميت لا انت ميت بعد بس مش ميت اصحى انت ميت بعد بس مش ميت انت مخلوق مذهل يا سبايدر مان انت وانا انت وانا مش مختلفين جدا يعني يبقى نقوله برحة انت مخلوق مدير سبايدر مان انت وانا لا نحن مختلفة طيب نكمل انت مخلوق مدير سبايدر مان انت وانا لا نحن مختلفة سبايدر مان هنا اعد علي وقال له ايه انا مزايك انا مزايك مش نوت الكلمة الى ممكن تكون صعبة في النوت شوية مر در ار مر در رر معناها قاتل حاولتوا انت مازم معي كده هنا مر در ار مر در رر مر در رر مر در رر مر در رر كنا عملنا حلقة على القناة التانية قناة انجليش رفا شرحنا فيها ازاي تقلب السودة ار صوت ال اي اار وقلنا هناك تعملوا عشان تقلب السودة ار فايرت شوف الحلقة دي بعد ما انخلصها شوف كده يبقى هنا قالوا ايه ايه بقى الكلام ده لو ترجمتها حرفية مش هتفهم اي حاجة على بعضها كده معناها تختلف الازواء رأيك ذي الرأي كل واحد عنده زوء ايه ده مش فاهم خلينا فاهمك هو هنا كان بيقول لسبايدرمان ايه انا وانت مش مختلفين احنا لتنشى ببعض يعني فسبايدرمان رد عليه وقال له انا مش زيك انت قاتل انت بتقتل الناس فرد عليه وقال له والله تختلف الازواء فيه ناس بتحب القاتل وفيه ناس بتحب البطل او الهيرو دي والك يتنظره طبعا خلي بالك انا ممكن نقول وهي هي نفس المعنى تختلف الازواء طيب شوف كده اختره طبعا اختره طبعا اختره طبعا أنا اخترت طريقي معناها مصار أو طريق شوف كده أنا اخترت طريقي انت اخترت طريق البطل طيب نكمل لو عاوزت تحسن نوتك وتتكلم زي الامريكان بعد ما تخلص الحالة اتمرض على المشهد وحاول تقاليد الصوت اللي بتسمعه وبعد كده هتسجل نفسك فيديو او صوت بتنطق فيه اي جزء من حالة النهاردة ياريت نخلي الفيديو او الصوت ده ما يعديش الى 20 ثانية عشان لكبع عدد من حضاراتكم يشارك هترفعه في بوست على فيسبوك وتكتب عليه الهاشتاج ده تقدر تنسخه من صندوق الوصف تحت الفيديو على فكرة التمرين ده مهم جدا لانه بيخليك تحسن النطق وتتعلم اللهجة الامريكي من غير ما تحس ان شاء الله هجمع التسجيلات دي سواء فيديو او صوت ونشوف احنا كدنا غلطانين في ايه ونتعلم من غلطنا صدقني التمرين ده مهم جدا لو محرك سجل صوت مش لازم تزعب نفسك مع انك هتنورنا طيب تعال نكمل وهم واجدوك وهم واجدوك معناها مسلي ممتع شوف كده وهم لقوك ممتع لبرهة لبعض الوقت لفترة معينة صعبة جدا ان اعرف بس كل حاجة بتجيب التمرين الناس بتوع المدينة دي إبع ان تاجم الحتة دي وهم لقوك ممتع لفترة معينة الناس بتوع المدينة دي و لكن الشيء الوحيد هما بيحبوا أكتر من البطل هو إنهم يشوفوا البطل ده بيفشل هو إنهم يشوفوا البطل يفشل يموت وهو بيحاول يكافح لحد ما يموت طيب شوف كذا يبنون الجملة دي براها ولكن الشيء الوحيد اللي هما بيحبوا أكتر من البطل هو إنهم يشوفوا البطل بيفشل بيقع يموت وهو بيكافح طيب نكمل طيب نوف هنا دي معناها بالرقم من بالرقم من كل شيء معناها بالرقم من شوف كذا إذا بيقولوا إيه بالرقم من كل شيء اللي هي اللي أنت عملتها عشانهم معناها أخيرا في الآخر شوف كذا في الآخر هما هيكرهوك دي على بعضها كذا بتستخدم بمعنى لما تهتم ليه تزعج نفسك ليه تهتم شوف كذا يبانوا لحثة دي بروحة برقم من كل شيء أنت عملتها عشانهم في النهاية في الآخر هما هيكرهوك ليه تهتم بقى ليه تتعب نفسك ما كذا كذا في الآخر هيكرهوك طيب خلينا نكمل أو سبايدر مان رضع له وقاله عشان ده صح فرضع له وقاله هنا معناها ها هي أو ها هو أو أهو بالبلد يعني بيقوله ها هي الحقياب خذ بقى مني الحقياب قد حيقوله الحقيابة طيب تعال نشوف إي الحقيابة هل هيقولها لنا دي من وجهة نظر يعني يوجد 8 مليون شخص في المدينة دي أيو ما لهم يعني الثمانية مليون دول خلينا نكمل لأنها مقصد لأنها مقصد هناك صحة هناك صحة هناك صحة هناك 8 مليون من هناك وإن تلك المدينة وإن تلك المدينة موجودة تحتاج لأستطيع بمساعدة أن تستطيع او مقتض شوف كده and those teeming masses masses جايه من mass mass اللي هو حشد او جمع masses حشود او جموع and those teeming masses وأولئك الحشود المقتضة ناس كتير اوي يعني ما لهم بقى exist معناها موجود يكونوا موجودين for the sole purpose here معناها وحيد بتسوي only the sole purpose the sole purpose purpose معناها هدف او غاية purpose purpose شوف كده my sole purpose my sole purpose my sole purpose in life my sole purpose in life my sole purpose in life your sole purpose your sole purpose your sole purpose يبقى exist for the sole purpose بيكونوا موجودين للهدف الوحيد the few exceptional people onto their shoulders off lifting lifting جايه من lift يرفع exist for the sole purpose of lifting بيكونوا موجودين للهدف الوحيد لرفع رفعيبة the few exceptional people the few exceptional people exceptional معناها استثنائي او مميز شوف كده you are exceptional you are exceptional you are exceptional he used to tell me i was an exceptional person he used to tell me i was an exceptional person he used to tell me i was an exceptional person he used to tell me i was an exceptional person the few exceptional people الناس الولايالين المتميزين onto their shoulders onto على their shoulders their their shoulders على أكتفهم طيب نقولها كده على بعضها بقى ونترجمها مع بعض and those steaming masses وأولئك الحشود المقتضة ما لهم exist for the sole purpose of lifting the few exceptional people onto their shoulders موجدين للهدف الوحيد هدف رفع الناس المتميزة على أكتفهم الناس المتميزة زي سبايدر مان ويهوى طبعا طيب خلينا نكمل and those teaming masses exist for the sole purpose of lifting the few exceptional people onto their shoulders you me we're exceptional I could squash you like a bug right now but I'm offering you a choice هو قال له ايه you and me انت وانا we're exceptional we're we are we're we're exceptional احنا متميزين احنا استثنائيين وتحاول وقل I could squash you like a bug right now squash معاناها يسحق او يفاص شوف كدا oh nose we're SAYING i could squash your bug bug що I could squash you like a bug right now انا ضعف عسق بوجة دلوات انا ضعف عسق زي الحشرة دلوات I could squash you like a bug right now But I'm offering you a choice Offering جاي من offer Offer معناها يقدم I'm offering you a choice Choice معناها اختيار But I'm offering you a choice ولكن أنا بقدم لك اختيار تقدر تختار فرصة هي يعني أنا ممكن أفحصك زي الحشعر دلوقتي ولكن أنا بديك فرصة بديك اختيار I'm offering you a choice أنا بعرض لك أو بقدم لك اختيار طيب نكمل I could squash you like a bug right now But I'm offering you a choice Join me Imagine what we could accomplish together What we could create Or we could destroy اهو قال له Join me Join معناها ينضم بيقوله Join me انضم لي خليك معايا Imagine what we could accomplish together Imagine معناها يتخيل يتصور Imagine what we could accomplish together Accomplish معناها يحق مثلا يحق هذا فأو حاجة شوف كده Oh can you imagine it? Oh can you imagine it? Oh can you imagine it? I can imagine myself doing it 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 You can accomplish anything You can accomplish anything You can accomplish anything I can accomplish his mission I can accomplish his mission I can accomplish his mission يبقى كان بيقولوه Join me انضم لي Imagine what we could accomplish together Imagine what we could accomplish together انضم لي تخيل اللي ممكن نقدر نحققه مع بعض لو انضمتلي يعني What we could create اللي ممكن نتسبب فيه اللي ممكن نعمله What we could create Create ممكن تجيب معنا يخلق زي مثلا ربنا خلق العالم الله created the world او المعنى اللي معنا هنا وهو يتسبب او يعمل What we could create اللي ممكن نعمله اللي ممكن نتسبب فيه Or we could destroy Destroy معناها يدمر شوف كده Destroy that ship Destroy that ship Destroy that ship He's going to destroy the world 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 يبقى اللي ممكن نتسبب فيه Or we could destroy او لنقدر نضماره طيب نكمل Join me Imagine what we could accomplish together What we could create Or we could destroy Cause the deaths Of countless innocents And selfish battle Again and again and again Until we're both dead Is that what you want Think about it Hero طيب ديه طويلة شوية بس زي ما اتفعنا بنقسم كل حاجة اللي Cause the deaths Cause معناها يتسبب انا عرف الكلمة دي ممكن نكون صعبة شوية Deaths 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 هنا جمع جاءة من Death حالة وفاء Deaths حالات الوفيات Cause the deaths of countless innocents Countless معناها لا يحصى لا يوعد بد انتقها كده Countless 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 كاونتلس 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 Innocence معناها ابرياء innocent بريء شخص بريء شوف كده Countless choices Countless choices Countless dollars Countless dollars Countless dollars She's an innocent She's an innocent She's an innocent She's an innocent We're innocent We're innocent We're innocent Innocence 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 Die Cause the deaths of countless innocents نتسبب في حالات وفاة عدد كبير من العبياء Countless innocent عدد لا يحصى من العبياء In selfish battle selfish معناها اناني شوف كده I'm selfish 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 You're right but you're selfish You're right but you're selfish You're right but you're selfish In selfish battle battle معناها معركة او قتال بتتنضع كده battle تضع تقول حرف الت battle 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 طيب شوف كده Prepare for battle Prepare for battle Prepare for battle We have other battles to fight We have other battles to fight We have other battles to fight In selfish battle في معركة انانية Again and again and again Again and again معناها مرارا وتكرارا Again and again تدع تدولها وتقول Again and again and again براحتك بقى هتبقى اجنك بتقول مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا شوف كده يبقى انتبقي من الحالة هذه ثانية براحتها خالص كده Cause the deaths of countless In selfish battle Again and again and again نتسبب في موت عدد لا يحصل من الابرياء في معركة انانية مرارا وتكرارا Until we're both dead Until معناها حتى أو لحد Until we're both dead Both Both معناها كلانا Until we're both dead لحد ما كلانا يموت إحنا الاثنين نموت Is that what you want هل هو دا انت عايزه؟ وفي الاخر قال له Think about it Hero Think about it Hero فكر فيها بطل بطريقة طبعا Think about it Hero وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة شوف المشهد بقى كامل وبقول لي فهمته ولا لا ومنتنساش تتمرن وتسجل الفيديو اللي قلتلك عليه ولو في اي سبسار او اي حاجة ياريت تولي في التعليقات وأنا تحت امرك ومنتنساش اللايك والمشاركة Spider-Man You and I are not so different I'm not like you You're a murderer Well Do each his own I chose my path You chose the way of the hero And they found you amusing for a while The people of this city But the one thing they love more than a hero Is to see a hero fail Fall Die try In spite of everything you've done for them Eventually they will hate you Why bother? Because it's right Here's the real truth There are 8 million people in this city And those teeming masses exist for the sole purpose Of lifting the few exceptional people onto their shoulders You me We're exceptional I could squash you like a bug right now But I'm offering you a choice Join me Imagine what we could accomplish together What we could create Or we could destroy Cause the deaths of countless innocents and selfish battle again and again and again until we're both dead Is that what you want? Think about it, hero! Think about it, hero! If you left To be a movie Who knew What she's gonna be And later Who knew Who knew These